بسم الله الرحمن الرحيم أزمة الملابيس والعائلة المسحورين والممسوسين واللي الجن لعب فيهم لعب والمركوبين من الجن كتير ناس مسحورين في بشر كتير جدا مسحورين في الوطن العربي وعاجلا أو آجلا سواء أنت بتنكر السحر أو تؤمن به هو كده كده السحر موجود في القرآن في صورة البقرة وموجود في صور كتيرة ومن ضمنه السحر التخيل ومن ضمنه سحر الطلاق يفرقون به بين المرء وزوجة وفيه سحر تاني اللي هو سحر التخيل اللي معروف أنه هو فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعة فكده كده السحر موجود وكده كده الناس الملابيس اللي بيدخل فيهم الجن والشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم كل ده موجود فيه ناس كتير علمانيين ولبراليين متحضرين متفتحين دول اللي عاملين نفسه ومنهم لا يؤمنوا بوجود الجن ولا يؤمنوا بوجود العالم الآخر خالص وبيقول لك أنه ما فيش حاجة اسمها جن ما فيش حاجة اسمها عالم آخر ما فيش حاجة اسمها روحانيات ما فيش حاجة اسمها لبس ما فيش حاجة اسمها سحر ما فيش حاجة اسمها مس كده ينكر كل الكلام ده هو غالبا الشخص اللي بينكر السحر والجن والعفارية والحاجات دي هو نفسه ذات نفسه مصحور أو ملبوس أو ممسوس أو فيه بلى وعشان الشيطان يستمر في جسمه وعشان خدام السحر يستمر في جسمه وعشان الجن المسؤول عن المس يستمر في إيزاؤه وفي العكنة عليه ومحدش يدايقه هو لا يعترف أصلا بوجود حاجة اسمها جن وبالتالي لا يعترف أساسا بالعلاج ولا يعترف بالقراءة ولا يعترف بالأوراد ولا يعترف بالرقية الشرعية ولا يعترف بأي نوع من أنواع علاجات الجن والسحر ولا يعترف بالرقية الشرعية ولا يعترف بأي حاجة خالف فهو كده الجن اللي ساكن جواه ونايم في جسمه ومتلبسه مرتاح ومطمئن وزي الفل واربع وعشرين ايرات وقاعد حطط رجل على رجل ومستربع في الجسم ومسيطر على الجسم ومسيطر على الشخص لان الشخص مستحيل يتعالج ولا هو اصلا هو مش مؤمن انه مريض اصلا ولا يؤمن بوجود المرأة فبالتالي كيف هيتعالج فمستحيل يتعالج فهيعيش ويموت وهو مصحور او ملبوس او ممسوس هيموت هو ملبوس والجن ركبينه ركوب القبل فهو ده الناس اللي زى كده دول الملابيس اللي ربنا يبتنينا بيهم وموجودين في كل زمان ومكان وفي كل دولة وفي كل بلد وفي كل ارض واكبر مشكلة في الملابيس انهم ما بيعترفوش انهم ملابيس يعني يصحى من النوم يقولك انا المهد المنتظر يصحى من النوم يقولك انا القضب الاوحد وانا العابد الرباني وانا الذي سوف ارشدكم الى الخير وأنا اللي هعملكم دين جديد وأنا اللي هخترع دين جديد وأنا 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 ده واحد مصحور وملبوس والجن مبعبصينه والجن يعني ينكحونه ليلة النهارة فده المنكوح من الجن والشياطين والعفريت والأباليس والمرضة بيتنطط في جسمه تلاقيه جسمه عبارة عن خزان من الجن تب يعمي روح تعالك روح تعالك اسمع الكلام وروح تعالك اسمع الكلام وروح يجرب تسمع روكة شرعية أو جرب تسمع قرآن ما يقدر يسمع قرآن مستحيل يسمع القرآن ومستحيل يقدر يستمر في سماع القرآن لمدة ساعة متواصلة ما يقدر ما يقدر مستحيل يتنطط ويشتال ويتحط ويترفع وما يقدر ما يقدر يستمع قرآن لمدة ساعة كاملة هو ده الاختبار ضد الملابس يا عم تما تتعالج تما لازم نشوف لك علاج ولازم نقرأ عليه ولازم نطلع الجن اللي فيك انت واحد ملبوس وممسوس ومسحور وفيك جميع عنواع البلا شوف بقى هنا انت بتتعامل احيانا مع الجن الفلاسفة الجن الفلاسفة تلاقي واحد من برج العزراء او من برج الجوزاء وملبوس وفيه جميع انواع الجن والشياطين بس المشكلة ان الجن اللي لابسينه جن فلاسفة وده من اصعب الانواع في التعامل في العلاجات وفي علاج السحر والجن ان الفيلسوف ابن الفيلسوفة اللي يتكلم كتير ويحشف المحشي ويحاول يشتتك عن العلاج ويحاول يشتتك عن القراءة ويحاول يشتتك عن الرجل الشرعية ويحاول يشتتك عن الأوراد لازم يشتتك بأي طريقة كانت بأي اسلوب كان لازم يخرجك برى الموضوع ويشتتك ويدمرك وهي ده اللعبة اللي بيلعبوها وهي ده الطريقة اللي بيستمروا بها في الجسم ومع الشخص أطول فترة ممكنة الملابيس الله يجحمهم أو يعالجهم يعني الملابيس يا إما تقول الله يشفيهم أو يجحمهم أو ياخدهم ما هو الملابيس هما ما لهمش حل إلا حاجة من الثلاثة يا ربنا يشفيه ويعالجه ويرفع عنه البلد اللي هو فيه أو إن الله يجحمه ينزل عليه نازك من السماء ياخده أو إن الله ياخده أخده عزيزا مختدر ونفتك منه ومن الشياطين اللي بتتنطط في جسمه لأنه هو بوابة الشياطين ومهبط للشياطين ومسكن الشياطين ويعني هو عبارة عن قاعدة عسكرية للجن والشياطين وجميع أنواع الكفر والقرف اللي في الأرض التعامل مع الملابيس خطر جدا التعامل مع الملابيس من أخطر الأشياء اللي في الحياة ده اسمه شيطان الانس يعني الانسان الملبوس هو بحكم انه هو شيطان الانس انسان ارادته وتصرفاته لا تخضع له وحده تخضع لشوية جن معاه بيحركوش مالي حركوه مين زي الارجووس فالشياطين بتلعب فيه ده الانسان الملبوس وده الجن والشياطين بيلعبوا فيه وبيلعبوا على الشناكل وبيرقصوا على الحبل وبيلعبوا معاه كده وكده 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 وياخدوه يودوه يتحكموا فيه تحكم كامل وهو خارج السيطرة اساسا هو مش متحكم في مصيره مش متحكم في افعاله مش متحكم في اقواله مش متحكم في كلمته مش متحكم في مصيره مش متحكم في اي شيء خالص اللبس اللي فيه او الجن اللي فيه هما اللي بيحركوه وبالتالي ليس على المريض حرج ودي مصيبة سودة انك تقنع الملبوس انه ملبوس ما فيش ملبوس بجن فيلسوف يعني يعتقد ان هو او يعترف ان هو ملبوس يعني الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل او نص الحل او نص العلاج الاعتراف بالمشكلة وتحديد المشكلة ومواجهة المشكلة ان انت فلان الفلاني انت ملبوس انت الجن بيتمطط في جسمك انت جسمك مخزن للشياطين انت اكلت سحر او اكلت شيء مصحور او فيك بلاء فيك مصايب الدنيا والاخرى فيك من البلاء ما الله به علي فيعني اتعالج لازم تتعالج انت لازق علاجك في القرآن العلاج الوحيد الاوحد المتوحد هو علاجك في القرآن والاوراد وعلاجك في الركع الشرعي يعني انت فلان الفلاني ما لكش علاج تانا لك ده اما انك تعترف بهذا الكلام او خلاص هتضيح تلاقي بقى الملبوس يقوم من نوم يقولك انا المهد المنتظر يقوم من نوم يقولك يا جماعة انا القطب الرباني وانا العالم الرباني يقوم من نوم يخترع دين جديد يقوم من نوم يقول لك أنا دخلت في المسيحي أنا طلعت من اليهودي أنا دخلت في الشيعي أنا طلعت مش عارف أنا رحت الفضاء أنا رحت المريخ أنا رحت كوكب نبتون أنا مش عارف إيه أنا نزلت في الأرض السابعة الجن اللي لابسينه بقى عادين يلعبوا بقى يلعبوا يلعبوا ألعاب أنا اللي هستخرج كنوز الفرعنة أنا اللي كنت موجود في مش عارف مع أيام سليمان أنا اللي كنت وأنا 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 أيوة معضلة 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 كبيرة جدا معضلة ومرض مستعصي يصعب علاجه إلا بالتعاون بالتعاون مع أهل المريض وبالتعاون مع الشخص المسحور أو الملبوس أو الممسوس أو اللي فيه بلى هو نفسه يتعاون مع الشخص اللي بيعالجه والشخص اللي بيعالج يصبر عليه العلاج لازم يبقى له أركاء غير كده ما فيش علاج غير كده هيفضل طول عمره ممسوس ملبوس مسكون تتنطط فيه الجن والشياطين هو لا يعترف أساسا أنه مسحور ولا يعترف بوجود الجن والشياطين أصلا وبالتالي لا يسمع القرآن وبالتالي لا يقرأ القرآن وبالتالي ما يقدرش يستمر في قراءة القرآن وبالتالي ما يقدرش يسمع القرآن لساعات طويلة من الوقت وبالتالي هو شخص يرفض الركيا والعلاج وبالتالي ما فيش حد يساعده وأهله مش قادرين عليه ولا فيه حد يجي يعلجه بالغصب ولا فيه أي حاجة خال لو الشخص مش عايز يتعالج خلاص ده ضد الإرادة أو ضد أرادتك أنت وضده أرادته هو وضده أرادت أهله فخلاص تحكمت فيه الجن والشاطين استحكمت منه ونالت منه الجن والشاطين والعفريت والمرضى والغيلان وجميع أنواع الجن في هذا الإنسان خلاص يخي يرفض العلاق بيقولك أنا مش ملبوس أو بيقولك أنا مصحور وعايز أفضل مصحور زي ما أنا وخلاص ويعيش كده وموت كده وخلصنا طب مصيبة تاخدك وتهدد لجابوك طب احنا كيف نعالجاك بعدين الإنسان المريض المفروض مالوش رأي يعني يرفع عنه القلم وإنسان إنسان مرفوع عنه القلم وإنسان يتم الحجر على رأيه أنت إنسان مريض ما ينفعش المريض يقول أنا هاخد الدواء وما أخدش الدواء ما ينفعش المريض مالوش رأي يعني أنت مريض أنت تحت تأثير المرض ما ينفعش ناخد برأيه عامل زي المخمور أو اللي شرب خمرة السكران اللي شرب خمرة ولا شرب زفت بيرة ولا شرب كحليات ما ينفعش إنه ناخد برأيك انت انسان يتم الحجر عليك ويتم علاجك بالغصب اما والله ان احنا نسأل الجن اللي فيك او نسأل السحر اللي فيك والنبي عم الجن انت عز تطلع ولا لا سه وتبقى مصيبة سودة لو الشخص ده يعني لو الشخص ده يعني من من الأبراج الفيلسوفة يعني تبقى مصيبة دي أكبر مصيبة أنت هتابلها يكون من برج الجوزاء أو عنده قواكب في الجوزاء أو عنده قواكب في العزراء يعني قمره لو قمره في الجوزاء عوز بالله من البلأ عوز بالله أول مرة شوف طيب بتقلب واحد بتتكل أول مرة شوف طيب تقلب واحد بتتكل طيب تقلبه بتتكلم طيب تقلبه عندها حنك وبتتكل طيبة قلبه بتتكل فده كيف تتفهم مع هذا إنسان مجادل مجادل كثير الجدال محب للجدل محب للفلسفة محب للرأي والرأي الآخر يحب يجادل كتير وما توصلش معنا حاجة يعني مش هيوصلك لنتيجة فبالتالي الله يعين على العموم أنا لا أقدم أي جلسات علاج ولا لي أي علاقة بس أنا بشرح كده شرحها عام عشان الناس تفهم لأن أنا في غنى عن الدخول مع الملابيس في حوارات الله أجحمهم لأن اشتكت منهم في حياة كتير عليهم اللعنة ويطلعوني في حياتي ومكفريني في عيشتي أنا عندي دلالة في خريطة عندي دلالة في خريطة أن أنا بقابل المجاحين من دول في حياة كتير فربنا نبتليني بهم الله هاخدهم وياخد عمرهم أو يشفيهم وياخد عمرهم برضو فالله بلانا بيهم الله بلانا بالملابيس هنعمل إيش بلاء من الله بلاء 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 من الله بلاء عارف البلاء من الله بلاء اه فمن هنا انا يعني ما عمديش كلام تانا قدر اقوله اه لو في اي حد عنده تعليقات على الموضوع ده اه الفيديو ده ينزل في اليوتيوب وازي ما قلت انا ما بقدمش جلسات علاج ولا ليه علاقة بحد ولا ليه علاقة بموليد برج الجوزاء وبرج العزراء الله ياخد عمرهم ولا ليه علاقة بالفلاسفة الجن الفيلسوفي اللي بتفلسفه كتير ويقوم النوم يقولك انا المهد المنتظر وينام يقولك انا مش عارف انا اه مين ابن مين يقولك انا الخضر عليه السلام اه بيخبط بخطرة ومرة يقولك انا من الفضائيين ومرة يقولك انا من سكان جوف الارض ومرة اه خلاص بقى ومرة يقولك انا من الجن الغواصين ومرة يقولك انا مش عارف كنت في ايام نوح عليه السلام في ايام طوفان نوح وخلاص بقى انت امام امام انسان بخطرة بيخبط كلمة من شرق على كلمة من غرب الله يعين الله يعين الله يعين على مبتلان الله يعين على مبتلان نعوز بالله من البلاء نعوز بالله من البلاء بلاء 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 وصخط الالهي البلاء والصخط الالهي والغضب الالهي انك انك تندج مع الملبيس ومع المصحورين ومع الممسوسين الذين لا يعترفون انهم كذلك وبس كده طيب تاني ارجع اكرر وقول انا لا اقدم اي جلسات علاج للناس ولا ليه علاقة ولا بحب اتدخل في الحاجات دي بس يعني انا بتكلم في الخريطة الفلاجية بس ومع ذلك بيطلعوا لي في حياتي يعني لكن الحمد لله يعني المفروض كل ما يطلع لك واحد من الجماعة اياهم دول من العلم يعني السوق الروحاني والسوق العرض والطلب في العلوم الروحانية والروحانيات والعلاج والمعالجين والقرف ده سوق مليء بالخرق مليء بالضمار سوق اكبر سوق ضمار وخراب في الارض فالواحد يجنب نفسه برا الموضوع ده ليش عشان احنا ما احنا فاضيين يا راجل ده 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 مرض 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 حقيقي وبعدين كل واحد يعني من الملبيس ما تقدر تسيطر عليه ويتخيل اشياء وفين والجن والشاطين اللي لعبوا بيه طب انت فاضل الكلام ده فاضل اللي تلأدب والسفنة بتاعته يعني سبحان الله يجي لك الملبوس من قلعن خلق الله انت فاهم؟ يعني واحد مريض ومن قلعن قلعن خلق الله تلاقيه تلاقيه كداب تلاقيه ملعون تلاقيه وصخ تلاقيه مش مؤدب تلاقيه جاهل تلاقيه احمق تلاقيه غبي تلاقيه متهور تلاقيه مندفع تلاقيه متسرع تلاقيه ما يعرف شئ في الدنيا تلاقيه جاهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولو بيعرف يقرأ ويكتب يتفلسف ولو بيقرأ بيتابع الناس الأغبية اللي زيه الحمقة اللي زيه تلاقي عنده ميول الحادية كفرية تلاقي يغوص في بحار الظلمات والجهل والخيال والفنتازية فانت هتحتاج تعمله علاج نفسي وعلاج معرفي وعلاج سلوكي وعلاج روحاني ومحتاج خمسمائة علاج ده طب انت انسان محتاج انسان انت تدفن وتتولد من قوله جديد احسن فالله يعين كل واحد في مجال العلاج الروحاني او الناس المعالجي الله يعينكم على ما ابتلاكم الله يعينكم على ما ابتلاكم الله يعينكم على ما ابتلاكم فيعني ما تدرش تقول ما تدرش تقول وما تدرش تتكلم فيه عن البلدة عملت قبل كده فيديو عن الملابيس الممسوسين المصحورين وده فيديو رقم اتنين برضو عن الملابيس الممسوسين المصحورين ومفيش مشاكل نعمل فيديو تالت عن موضوع ان هم الناس بترفض العلاج والناس ما يعترف اصلا اصلا مش معترف ان هو ملبوس وان هو مصحور فيه جميع اعراض السحر وفيه جميع اعراض الازى وفيه جميع انواع البلاء وحياته متضمرة وهو نفسه كانسان انسان منفر ويعني لا يتطفق مع كتير من النهز وانسان مشكلجي ويعمل مشاكل كتير يعني مشاكل بسبب وبدون سبب ومشاكل تستفيد منها وما تستفيدش منها مشاكل كده وخلاص مشاكل لله ولا الوطن مشاكل كده زكاة عن صحته يقوم منهم يعمل مشاكل لا انت انت فاضي وتلاقي يعني يتبنى الاراء المتطرفة ويتبنى الاراء الغريبة ويتبنى الاقوال والاراء الغريبة تحس يعني تصب عليه اللعنات صبا تحس كده انه بالقادم فعلا ملعون يعني ملعون ملعون يعني ملعون بمعنى الكلمة انت فاهم لعنات الدنيا والاخرى فازى الانسان فكيف تتعامل مع واحد بهذا الشكل واتورط نفسك في التعامل مع الاشكال دي وبعدين يقولك لا اصلا مريض علجني يا شيخ لا 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 روح الله ياخدك ينزل عليك نيزك من السماء يا حراك ودع علاجك لكن علاجك مو عندي انت علاجك انك تتدفن حي او تتحرق بالنقر علاجك جهنم وبقس المهاد وبقس المصير لكن احنا ما الواحد يتعب من الكلام لو تبطل فلسفة اول حاجة تبطل الفلسفة وامورك طيبة اذا بطلت الفلسفة انت زال فلسفة اذا كملت في الفلسفة المنجوسة بتاعتك دي فلا امل في علاجك ولا شفائك ابدا دمك تتفلسف كده ودمك تتفزلك وتستنصحها وبس كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة